تكملها الكلامك الكريم تعال هوريك ميزة في وسط الملعب بتاع الوداد وضع ونقطة ضعف في فري الوداد تعال نشوف الميزة هم دايما بيستخدموا وليل الريتراكي بيستخدم دايما اسلوب الضغط في وسط الملعب دايما بيضغط بيعمل الكماشة في وسط الملعب بيحاول يقطعه الكرة في وسط الملعب وبعدين يعمله تحولات سريعة من الدفاع للهجوم بص ادي هدف من بترو اتلكه هنا قطاعها اللي عيب في وسط الملعب ضغطوا عليه كلهم وعمل مرتدة اذا دا بيبينلك ميزة هنا الضغط في وسط الملعب باكتر من اللعب لانه بيعمل تلاتة عنده تلاتة ارتكاز وعنده تحول بسرعة هنا الكرة دي جات هدف من يحيا جبران بس بص العدد واحد يعني حوالي سبع لعيبة بتتكلم من سبع لعيبة الكرة كانت في وسط الملعب الكرة كانت في وسط الملعب اذا ضغط في وسط الملعب ميزة الضغط في وسط الملعب اذا انت لازم يكون لعابة وسط الملعب بتاعتك جهزة وفيت 100% ولازم يكونوا في حالاتهم ولازم يكون في سرعة سرعة في نقل اللعبة واستحواز ليه؟ هدي هدف تاني يا كريم هدي الضغط فين في وسط الملعب من اثنين لعيبة والكورة بتتحول من الدفاع للهجوم بسرعة هتلاقي اثنين لعيبة راحوا عملوا وان طول اللي هو زهير المترجي وما بينزا عملوا الوان طول ما بينهم وجابوها جول إذن لو انت في وسط الملعب مركزتش سواء ديانج سواء السلية أي اسم يعني في وسط الملعب لو مركز في وسط الملعب في التمريرة مش عايزين سرحان عايزين تركيز عايزين تمرير عايزين استحواز عايزين ثقة عايزين هدوء كل الحاجات دي مهمة جدا خاصة قدام وسط الملعب بتاع الوداد اللي هو ممتاز في الضغط لكن الاربعة واحد اربعة واحد بتعمله مشاكل تعال فراجك عليها في الزون فورتين بص يا كريم ده اللي أنا بقولك عليه بقى ده برضو الصورة ممتش ازاي يا جبران دايما بيبقى لوحده بس عليش يا سابت ده ماتش في أنجولا ولا في أنجولا بس ده انت بتتكلم ان انت الزون فورتين بص منطقة اللي هي اللي في وراء يا جبران انت هنا لازم اعتقد ان التفكير مشكلة انصاف المساحات الهافز بيس دايما الوداد المغربي مشكلته انا بحلله على طول مشكلته في الهافز بيس المساحات اللي هي ما بينه الخطوط اللي هي سواء في الزون فورتين او بينه الخطوط مفروض ان المتشاط اللي هتولعب في أنجولا وابتالي او في ارض الخصم او في ارض المنافس لازم تبقى العقلية مختلفة لازم تبقى الخطوط بس دي نهايات طب اكمل بس دي نقطة لا لا دي نهايات ماشي بس دي نهاياتك كابتن اسلام كم صح دي نهايات يعني ده اعتقد ان المدرب حيديه المساحات هات بس الصورة اللي بعدها نفس المشكلة هورها لك في ملعب محمد الخامس هو ما تحافظ عايز يقول حاجة فهيقولها ماشي لا اتفضل اجاب لا لا اقول خلاص مش عايز دي مشكلة الزون فورتين اه ادي ادي انصاف المساحات هاتي حافظ بس شايف ادي المساحة ما بين المساك والباك ده برضو في ملعب انجولا ده انجولا اه كم ودي برضو هنا المساكي تقدم عشان يضغط والمساح حفظت في ظهره اي فانت هنا طول ما انت اللاعب بتاعتك الاجنحة بتاعتك بتخش الجوة وبتستلم في انصاف المساحات انت هتعمل لهم مشاكل كبيرة ان شاء الله في الحتة دي هوريك بقى حتة محمد الكامس تكمل الصورة اللي بعدها الميزة قبل بس ما تكمل هنا الميزة في الستوبرز بتوع الوداد هم مش بطاقة صح صح يعني معظم الفرق اللي كان بيلعبها النادي الاهلي في المكان ده كانت المشكلة بتبقى في الاتنين الستوبر بيبقوا دايما عندهم مشكلة في الترنة في أي حاجة في البطء عموما لكن انا بشوف ان الاتنين دول من افضل الاتنين الستوبر اللي موجودين في البطولة بس يعني واحسن طرق بالذات اشرف داري اشرف داري تحديد اشرف داري اللي عكواس قوي كم ادي الصورة لا هات اللي هي مشاكل انصاف المساحات في صورة في الآخر اللي هي في محمد الخامس هتلاقي انا في مشاكل التزديدات ثانية واحدة بص ده ملعب الوداد اي في المباراة بص بقى هو دي دي مشكلتين عند الوداد هنا ده في المطش في المطش الاخير اه معلش برضو لا ارجع ارجع الصورة اللي بلا مهمة اول ده ملعب محمد الخامس اه ارجع الصورة اللي بلا انت هنا بتقول ان المديرين بيعملوا اتنين استريتش اه استريتش للملعب ايه جناح بص يا كابت الاسلام الجناح بتاع فريق بيتر قلت لكم واقف يعني سبحان الله واقف جنب اللاين مان واقفه جنب اللاين مان وبالتالي هنا هنلاقي ان الوداد كان مكبر ان هو يرجع الجناح بتاعه عشان يعمل ما يشبه مثلا لو رسالنا اللاين ده اتعزلك حاجة افضلك ابسلام انا بشوف ان ده بالنسبة للباك اسهل نعم بالنسبة للباك اي اسهل الباك الدفاعي ولا الهجومي اه الدفاع الدفاعية حتى لو قدامي اتنين بص طول ما الاتنين قدام عينك اه انا يعني بشوفها كده الاتنين لما يبقوا قدام عينك افضل ما يبقى حد جوه وبيهرب منك يعني هو يحيى عطيت الله حضرتك قصدك على يحيى عطيت الله اللي هو الزهير ايصر الوداد المغرب الزهير الايصر اه انا مش بتكلم على كده بتكلم على ان فريق بترو اتليتكو كان فاتح لو الاهلي فاتح كده فده بالنسبة لي كباك يوين او شمال لما لاقي الاتنين اللي عايبة قدامي قدام عيني كده حتى لو فتح في الاخر مش هتفرق معايا خليه انا شايف حتى يعني انا كباك بابقى عامل ازاي انا كباك كرة وهي جايالي لو كرة جاي من ناحية تاني بابقى بس كده بس عناية بتبقى لمحة اللي هنا انا شايف حتى لو بعيد نعم وجهة النظر بتاعتنا انه هو لو قريب هيبقى اخطر اه لو قريب هيبقى اخطر لانه ممكن يسرقني من جوه ممكن يسرقني من بره لكن البعيد ده خليه واقب بعيد الا اذا كان هو عامل كمين للاعب تاني مية في المية اي اه ده خبرة البكات اه دي فكرة الا اذا هو كان عامل كمين للاعب تاني يخش في المساحة دي وعشان بتي بص هتلاقي دايما ان الفريق المدير الفني دايما كان بيديهم واحد يخش يزعج جوه الزهير ده قصدي عليه ده القصدي ان هم عندهم مشكلة هو ده اللي عملوا الصورة القابلة دي ده الواحد اللي قطع دايما بص كمل الهدف بقى ده يحيى جبران الواحد وكريم في وسط الملعب فان هم عندهم مشكلة في انصاف المساحات ما بين المساك والباك والتحرك ما بين الخطوط بص الجناح بتاع بيترو قتلكه لما استلم كمل العب الفيديو هتلاقي لما دخل جوه شاط بص بص الصورة دي مهمة قوي 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 دي بتبين لك نقطة ضعف الوداد في حاجتين من وجهة نظري اول حاجة انصاف المساحات والزون فورتين والحاجة التانية نقطة الضعف في حراسة المرمى من وجهة نظري معاك التزديدات من برا المنطقة السلاح مهم جدا للنادي الاهلي يعني انتو عايزين تقوله دلوقت فريق قوي طبعا فريق قوي جدا كل فريق في العالم احنا عملنا هنا النادي الاهلي نقطة الضعف بتاعت بارد ميونخ فبالتالي ده لا صدق ان كل فريق في العالم عنده نقطة قوة ونقطة ضعف فالصورة دي بتبين لك برضو هنا زيزو نفس الفكرة فاكر جونز زيزو في الوداد برضو في المنطقة انصاف المساحات والتزديد فمشكلتين وطحين في الصورة دي انصاف المساحات لازم العيبة في الفترة دي تتمرن على ضربات الجزاء لان المباركات تصل الى رقلات الترجيح الحاجة التانية لازم التزديدات من بره المنطقة بصوا دي كورة جاء الجون في المطش الاخير من هنا اتلابت ودخل الجون عدت وفلتت من الحارس الحارس اه حارس خبرة عفيك فاتجناوتي بيقدم بطولة كويسة ولكن انا شايف انه عنده مشكلة في التزديدات لان انا متابعه من زمان فعارف انه عنده مشكلة في التزديدات نروح برضو يا سابت نتكلم على نقاط قوة والعرضيات من نادي الوداد طوال دولة افريقيا ده ما يشهر به كل شمال افريقيا بالضبط الكرات العرضية والكورة بس عندهم كويسية اه يا حتى تلاو عالمود بصراحة لكي ممتازي جدا في الفرات بتاعت يحيا بسم الله مشاء الله ممتازة 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 وايه لمسة قوية جدا يعني هلو احد ممكن يعمل يعني كان نفسي فعلا ياخد الانظار التاني والله جد هتفرق الوفر اللي بيعمله انا بقول لك يعني الوفر اللي بتعمل ده من اه من يحيا اعطيت الله من يحيا اوفر لو يعني اللمسة بيه بجول صح لو هتحط راسك بس صح صح ومبنزة فعلا رغم انا بشوف ساعات مبنزة فعلا ايه مهاجم هجام ويعني ما عندوش مهارات السياة الكورت القدم هو عايز كده بس اه لكي بالزبط الهعرضيات اللي بتاع التنيني الوداد فاديته كتير